يا جماعة مصر مصر ما بقتش زي زمان انا زعلان انا حزين ان انا تولدت في مصر انا مسكين ان انا تولدت في مصر في عيال بتطلع تعمل كده على تيك توك بالمناسبة ده انا بشوفهم كتير ماشي يعني انت مظلوم ان انت غير سعيد ان انت مصري يعني وحاس انت بالظلم والغبن وليه طيب يعني عمرك ما هتلاقي حد بيقولك ليه عسنا تلاقي عيال كده طالع وهتاني فكري ما كنت بقولكو يناير دايما الفترة دي هي الموسم طيب ده بتاع يناير طيب وحاولتي مش فيناير عام يوسف ده احنا في فبراير اقولك كل ما تحصل حاجة حلوة منورة قوي ثق ان شوية العيال الرعاعة بتاعت الاخوان هتطلع على تيك توك وهتطلع على فيسبوك وهتطلع على انستجرام وهتكتب على تويتر ويعودوا يتكلموا عن معاناتهم وعن الظلم اللي حاسين بيه وعن غبن الحقوق وازاي البلد مش بتحس بالغلاقة ينهى ربيض عايزين نعيط كلنا يا جماعة عياط جماعي قبل غرد في الحاجات اللي زي كده هو الواقع لما البلد بتقول احنا بنعمل مظلة للحماية الاجتماعية يبقى بتعمل مظلة للحماية الاجتماعية انا متذكر الرئيس مرة استخدم جملة كده عجبتني جدا قال انا هخليكوا تتكعبلوا في الشقاء حلو طيب هتكعبل يا فندم اه اللي حاصل اللي حاصل على ارض الواقع هو كده قول لي حضرتك لما بتيجي تتمشى كده في الشوارع المختلفة وفي الاحياء المختلفة في القاهرة كعاصمة وفي غيرها من محافظات جمهورية مصر العربية بزمتك يا شيخ انت ما بتشوفش كم بيوت وعمرات حلوة بالمناسبة حلوة مش عمرات اللي هو تحس ايه علب كبريت قاعدة مرسوسة جنب بعضها لأ تصميمات حلوة يعني مش بس هقولك يا سيدي روضة السيدة زينب لكن زي ما نسمعها تل العقارب انا عايزة اقولك انزل لو سمحت على صور مجرى العيون واذا كنت من الناس اللي في سني او اصغر شوية او اكبر شوية انت عارف يعني ايه مجرى العيون ظهر الصور على طول ورا الصور كان عامل ازاي تمام عايزك تروح تتفرج بقى كده دلوقتي وتقولي الدنيا بقى اتعاملة ازاي او الناس اللي عارف عين الصيرة مش بعيد الناحية تانية كده حبيبي وقدامها كده وحاجة كانت تسمعها بطن البقرة ممكن نروح نتفرج ونشوف ونصور بموبايلاتنا فيش حد هيقولك لأ بالمناسبة خالص روح صور كده عين الصيرة اللي ما كنتش تجرؤ تعدي جنبها عشان عين الصيرة ما بقتش عين الصيرة وكانت وحشة وحاجة صعبة خالص وريحة الميا مش قدي كده واكوان من القمامة وتتسبت زي صباح الفل عادي دلوقتي الوضع مختلف خالص انت ممكن تروح تصيف في عين الصيرة طبعا مش نرجع انك تصيف يعني بس المشهد بقى شيء رائع مبهج جميل متحضر عالمي بما تحمله الكلمة من معنى الناحية التانية بطن البقرة عشوائيات زي ما الكتاب بيقول ما بقيتش كده عين اسمي ايه دي زي ما بقولك ورا مصور مجرى العيون بتتبني عمرات على نسق معماري فاطمي ومملوكي وما الى ذلك طب غير كده حضرتك تسمع عن حاجة اسمها سكن مصر ولا لأ هيجي اللي بقى سكن ما كله في الكلام ما فيش حاجة لا يا حبيبي في حاجة اسمها سكن مصر حلو طيب سكن مصر ده موجود على ارض الواقع ايو يا فندم موجود على ارض الواقع الناس اللي راحت علشان تحجز في سكن مصر اكيد بيسألوا احنا هنستلم امتا اقولك انا بقى تستلم امتا اولا احنا هنعلن لك دلوقتي على سبيل المثال بص يا سيدي مهندس امين غنيم انا هلبس النظارة بتاعة القرية اللي كل الناس اللي حرابت التالي علي فيها يقولي ايه النظارة ما هعمل ايه منها 47 سنة بص يا سيدي مهندس امين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة اوضح اوضح اي قال بوضوح وجلاء اوضح انه هيتم تسليم وحدات العمارة بص بق واحد واثنين وتلاتة واربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية دي العمارات دي العمارات بتاعة سكن مصر في القاهرة الجديدة واللي هتلاقيها شبهها ولا تقل عنها هتلاقيها ناحية محافظة الجيزة وهتلاقي كده مش عارف فين فيها وفين في المينيا وفين في كذا عمارات هي زيها زي عمارات ادخن واغلى كومباوند حضرتك يا لهوي يا دين النبي على عين الصيرة وحلاوة عين الصيرة عزيزي المشاهد هذا المشهد الذي ترى ليس من أي دولة أوروبية وإنما من داخل العاصمة المصرية هنا القاهرة تشاهدون عين الصيرة بهذه الجزيرة الخضراء والمياه الرقراقة الصافية والنحية التانية سكن مصر واحد أكتوبر محافظة الجيزة دي مصر الجديدة يا عم دي مصر الجديدة يا عم مش مصر الجديدة الحي دي الجمهورية الجديدة ده المنظور الجديد لمصر ده اللي تعمل في مصر مش اللي هاية عمل مش وانا ان شاء الله في الخطة الخمسية اللي قادمة ما فيش كلام من ده احنا مبقاش عندنا خطة خمسية بالمناسبة احنا الخطة بقت سنوية بالكتير تلت سنين وانتو عمروكو شفتو اي تايم ليمت قالو الريس ابعد من تلت سنين انا راضي زمتك عمرك شفت الريس وعد بحاجة ابعد من التلت سنين خالص يا عمسان ومش بسألة الوعد هي هتتنفس بخلال قد تلت سنين يا فندم سنة حاجات كده